دشنت وزارة الدولة لشؤون البلدية تعديلاتها الجديدة لإصلاح مسار معاملة التشوين الحكومي حيث قارنت مدة رخصة التشوين بمدة العقد الحكومي وأنهت العمل بالترخيص السنوي وقامت القطاعات المعنية في بلدية الكويت بإنجاز البرنامج الإلكتروني الخاص بإصدار رخص التشوين للمساحات بهدف تسريع عجلة التنمية في الدولة مراعية تقليص وتبسيط الدورة المستندية وزارة الدولة لشؤون البلدية تدشن تعديلاتها الجديدة لإصلاح مسار معاملة التشوين الحكومي من خلال اقتران مدة رخصة التشوين بمدة العقد الحكومي وأنهت العمل بالترخيص السنوي آلية إصدار هذا الرخص ويمكن قبل أن نتكلم عن آلية السلبيات التي كانت ترمى فيها البلدية في وجود تشوينات غير مرخصة وضع إجراءات إصدار الترخيص هذا كله هو الذي دفعنا اليوم أن نطلق هذا البرنامج بعد ما يتنى الموافقة من قبل فتوى التشريع والإدارة القانونية اليوم أي شخص عنده تشوين بمشروع حكومي يستطيع إرساله عن طريق هذا النظام الإلكتروني هذا البرنامج سيحفظ حقوق وأموال الدولة سيحافظ على أملاك الدولة وتعديات الأملاك الدولة أعتقد إحنا قدرنا أن نغطي كل الجوانب يعني اليوم المراقب بعد إصدار الترخيص يمكن من خلال جهاز التليفون يشوف أي موقع إذا كان مرخص أو غير مرخص القطاعات المعنية في وزارة الدولة للشؤون البلدية أنجزت البرنامج الإلكتروني الخاص بإصدار رخص التشوين بهدف تسريع عجلة التنمية في البلاد وتغليص الدورة المستندية حيث تم إصدار قرار وزاري لتسهيل آلية التشوين إلكترونيا محاولة الانتقال بالأعمال من النقل اليدوي بحيث أن يكون أونلاين طبعا سيخفف على المواطنين كلهم ليس فقط على المقاولين إنما على المواطنين بشكل عام عندما يتقدم أي مواطن يحاول يأخذ رخص التشوين عادة هذه كانت في السابق تأخذ أشهر الآن هي فقط مجرد أيام وهذه نقلة لا شك كبيرة البرنامج الإلكتروني لإدارة التشوين أتى لتذليل الصعوبات التي تواجه التشوين في البلاد خاصة غير المرخص منها حيث سيكون أحد الطرق الرئيسية المهمة للحد من السلبيات وجدارا للمحافظة على المال العام من خلال اعتماد البوابة الإلكترونية فهد التركي تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر